سنة 683 هجري 1283 ميلادي اتبنى المكان ده في شارع المعز وهو عبارة عن مدرسة ومستشفى وقبل الدفن الدفن فيها صاحب المكان وهو السلطان المنصور قلون اللي استمرت اسرته في الحكم حوالي 100 سنة الراجل ده كان بيحارب على الجبهتين المغول والصليبيين وادر ان هو ينتصر عليهم وايضا ينتصر على الصورات الداخلية اللي كانت في بداية حكمه وبنلنا المكان ده اللي مزالت المستشفى فيه تعمل الى الان مستشفى رمض قلون اهتمه ابناءه احفاده من بعده بالعمارة فهنلاقي في الشارع ده وجنب المجمع بتاع السلطان قلون مدرسة ابنه السلطان الناصر محمد اللي قدر ينقل العمارة الاسلامية نقلة كبيرة جدا في اكتر من مجال وعلى ورقة الميت جنيه هنلاقي مسجد السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن السلطان المنصور قلون اللي من اجمل مباني العمارة الاسلامية الاسرة دي في التاريخ بجد لازم نرفع لها القبعة